عقب الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية بدأ عنصار حزب حركة النهضة احتفالات شعبية في عدد من مناطق الجمهورية من بينها سفاقس مرددين هتافات وشعارات حزبية نحتفلوا بالفوز المتاعنا ونحتفلوا بكل مقعد فاز بيه كل واحد من ابناء من الشروع الوطني ومشروع الثورة التوصية من كل القائمات الحزبية والمستقلة وحتى من الاتلافات الكل ما نحبش نسمي حتى حد باش ما نساعد عدد ولكن ان شاء الله نتعاون الرسالة واضحة من خلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية ثم الرسالة أوضح في الدور الثاني في الانتخابات التشريعية هذا وأكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية على لسان المنسقة الجهوية بسفق ستنين يمنى إدريس أكد تسجيل عدد من التجاوزات خلال عملية الاقتراع الأبرز الخروقات اللي رصدناها أنه التنظيم وتكوين عضاء الهيئة الهيئة راكب التجارب وراكمت كل شيء وهذا لا ينفي أن بعض عضاءها عفامة شوية أخليلات الرصدناها في مستوى الحيادية وفي مستوى حتى ضعف التكوين بسفاقس في الحاجب رصدنا الحكاية هذية زد أنه رصدنا حاجة أخرى أنه تم مخالفة تخص المترشحين كان نجم نذكولك مثلا في سفاقس الثنين برشة بيانات التخابية ملقات وبطريقة غير عادية مثلا يوم صمت الاتخاب دورنا نحسوا فما العدد مش نحساسوا معناها موجودة معناها العدد الضعف لفلاير الملقات معناها فيها تأثير على النخبي وحسب تقديرات أولية لمؤسسات استطلاعات الرأي التي نشرت نتائج اتجاهات التصويت بعد الخروج من مكاتب الاقتراع فقد حلت حركة النهضة في المرتبة الأولى بنسبة 17.5% في حين حل حزب قلب تونس في المرتبة الثانية بـ 15.6% بالمئة